شهد اسم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للعلامة افتتح أعمال قمة العلام العربية 2024 والتي ينظمها نادي دبي للصحافة وانطلقت فعالية اليوم في دبي وبدأت بنعقاد المنتدى الإعلامي العربي للشباب في دورته الثانية وذلك في مستهل ثلاثة أيام ستكون بمثابة عرص إعلامي كبير تشهد دبي بمشاركة نحو أربعة ألاف من الآلميين يتقدمهم نخبة من الساسة والقيادات العالمية العربية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية وكبار الكتاب والمفاكرين في العالم العربي ضمن الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين الشقيقة واسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي واسمو الشيخ الطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي واسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة المكتوم رئيس مؤسسة دبي للعلامة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ونحو ألف من شباب الإعلاميين وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلامي العربي للشباب والتي حضرتها أيضا سعدت منا غانم المري نائب الرئيس والعضو المنتدم لمجلس دبي للعلام رئيسة نادي دبي للصحافة الجهة المنظمة للقمة كلمة رئيسية القاهم علي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وحملت عنوان طموح الشباب سبقتها كلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة ميثا بوحميد مدير نادي دبي للصحافة كشفت خلالها عن إطلاق مبادرة إبداع جائزة الإعلام للشباب العربية ترجمة نانسي قنقر